شجرة الهشاب سنذهب إليها في المادة القادمة وثمنا نعود لكم خليكم قراءة شجرة الهشاب من الأشجار الاقتصادية الهامة في السودان حيث توجد هذه الشجرة في حزام السمغ العربي الممتد بين خطي عرض 10 إلى 14 درجة شمالا وتشمل ولايات كردفان ودارفور والنيل الأبيض والنيل الأزرق وكسلا تستخدم شجرة الهشاب في حضب الحريق وأعمدة المباني وكذلك علف للحيوان ولها المقدرة على زيادة خصوبة التربة من خلال تذبيت النيتروجين وتقايم عمليات التعرياء بعد تعرضها للهواء وتتكون وتتجمع في أشكال مختلفة ويطلق عليها كعقول الصمق وصمو الهشاب يعتبر من المحاصيل النقدية الهامة في السودان وتختلف الإنتاجية حسب الظروف البيئية والمناخية والأمطار ونوع التربة هذا بالإضافة لتأريخ الطق وهو يشكل دعامة أساسية من دعامات الاقتصاد الوطني وتساهم عمليات طق وجن السمغ العربي في رفع معدلات دخل الفرد يدخل السمغ بصورة واسعة في كثير من الصناعات خاصة الغذائية والأدوية بجانب صناعة الحلويات ويدخل في صناعة بعض أحبار الطباعة وصناعة الطلاع الزجاجي والورقي يستخدم في تنقية بعض المعادن وأخيرا أصبح يستخدم كمكمل غذائي عند بعض خبرات تغذية العالمية يأتي السمغ العربي في المركز الثاني من حيث صادر بعض القطن ولاية شمال كردوفان بموقعها داخل حزام الصمغ العربي تتميز بكثافة إنتاجيته وهذه جعلتها تحتل المرتبة الأولى في إنتاج الصمغ من بين ولايات السودان وترد كميات كبيرة من إنتاج ولايات كردوفان ودارفور من الصمغ العربي إلى سوق محصولات الأبيض الذي يشكل أكبر بورصة للصمغ العربي في العالم ترجمة نانسي قنقر